موسيقى جيلة 2007 الله يعطيكم العافية عدت إليكم والعود أحمد أسأل الله أن يسر أموركم وأن يسهل عليكم المادة وأن يرزقكم الحفظ والفهم حتى تصلوا إلى ما تطمحون أنا معكم حبة حبة وخطوة خطوة حتى النهاية تعالوا معنا لنعود إلى نحو الصرف وبقي معنا في الوحدة الثانية أحوال الفاعل المفعول به هي قاعدة تقدم المفعول به على الفعل والفاعل يلا يا أخواني يلا يا أبنائي يلا يا بناتي نيجي على تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا تقول لي يا أستاذ فيها جوازا لا إحنا الجواز أخذناه في القرائن في المفعول به بيجي قبل بيجي بعد هذا كل يأتيه في القرائن لكن هنا وجوبا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا طبعا مديجي الترتيب هكذا مفعول به أيوة ثم فعل ثم فاعل لكن لاحظ هنا شو كاتب لك أنا لا نحتم بنوع الفاعل يعني خلص مدام المفعول به تقدم على الفعل معناته طبيعي بده يتقدم على الفاعل لأن الفاعل لا يجوز أن يأتي قبل الفعل فإذن ما في إلا هذا الأسلوب في تقدم مفعول به على الفعل إنه يجي مفعول به بعدين فعل بعدين تلقائيا بده يجي الفاعل ممكن الفاعل يكون ضمير مستتر ضمير متصل اسم ظاهر المهم أن الفاعل بعد الفعل في هذه الحالة لا يهمني نوعه وإنما يهمني أن المفعول به بما أنه تقدم على الفعل فتلقائيا تقدم على الفاعل طيب إذن الشكل هكذا يا أستاذ مفعول به فعل فاعل يعني معنى ذلك أنه هذا بده يجي بداية الجملة نعم بداية الجملة وبالتالي بدنا نأخذ أمثلة عشان نأخذ الحالة الأولى لأنه إحنا حكينا كل حالة لها شكلان كل حالة لها أمران كل حالة لها ضربان نوعان طيب نأخذ الحالة الأولى لو أنا هاي مقدمي بسيطة لو أنا مثلا قلت لك قصدتك بالكلام أنا قصدتك بالكلام قصد فعل التاء فاعل مفعول به الكاف وبالكلام البع حرف جر والكلام اسم مجرور بتقول لي يا أستاذ أنا قصدتني أنا لحالي ولا معي غيري فإنت تلقائيا صرت تسأل سؤال ثاني أنا بتقصدني أنا لحالي ولا معاي في حدثاني طيب أنا هيك بدي أضطر أني أجيب جملة في اللغة العربية واللغة العربية أساليبها كثيرة أنه أقصد في هذه الجملة أقصدك ولا أقصد سواك فبدل ما أقول قصدتك ولا أقصد سواك وجملتين أنا أستطيع أن أرتب أو تستطيع اللغة العربية أن تعطيني ترتيبا معينا حيث أفهم أنها أي أقصدك ولا أقصده سواك طيب كيف بقول لي ديدا العرب دائما تقديم الأهم فإذا قدمت الأهم اللي أنا بقصده فبصير هيك كأن معنى الجملة الاختصاص أو التخصيص طيب كيف بدي أقدم المهم اللي هو المفعل به فبصير كاف هيك بعدين فع الفعل قصده بعدين التاء بتقول لي يا أستاذ آه ما هو ضمير الكاف لحاله هيك ما بزبط مؤصد اسمه ضمير متصل بيتصل مع الفعل طيب كيف بدنا نجيب المفعل به قبل الفعل بحيث أنه يعطيني معنى الاختصاص والتخصيص بقول له خلص ما احنا جيبنا المفعل به في البداية بس المفعل به لحاله مع الضمير ما بزبط نازم نركب له دعمات طيب شو الدعمات اللغة العربية جعلت دعامي لها اللي هي كلمة إيا 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 مع أي ضمير من ضمائر المفعل به بصير بدل ضمير متصل ضمير منفصل بعيش لحاله عادي جدا فإياك قصدته إياك قصدته فإياك مفعل به قصد فعل والتأ فاعل منتاز إذن هوك أنا استطعت أني أقدم المفعل به على الفعل والفاعل باستخدام أسلوب إياك أو إيا مع أي ضمير مفعل به يعني إياك إياه إيايا إيانا إياكم كل هذه أصبح مفعل به لكنه ضمير منفصل ليش منفصل؟ لأنه ما اتصل بالفعل فصار اسمه منفصل طيب هذا الضمير لما تقدم على الفعل صار يفيد شيء واحد شو هو يفيد أو يدل على الإختصاص شو يعني الإختصاص؟ اللي هو لأنا ارجعت لنفس مفهوم الطالب وأصبح الجملة الثانية معناها أقصدك ولا أقصد سواك إذن إياك قصط معناها أقصدك ولا أقصد غيرك طيب إذن أظن أستطيع يا أستاذ إني أقدم المفعول به وحط له دعامي ويتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وبهذه الصورة يكون تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا أقول طيب يا أستاذ بصير أحكي قصط إياك آه بصير لكن ببطل يدل على الإختصاص إحنا بدنا أسلوب الإختصاص مدامه بدنا أسلوب الإختصاص إذن لازم الترتيب يكون بهذه الصورة إذن لماذا تقدم مفعول به على الفعل والفاعل لأن المفعول به ضمير منفصل يدل على إيش على الإختصاص إذن السبب إذا تقدم المفعول به ضمير منفصل يدل على الاختصاص يدل على الاختصاص طيب يا أستاذ أنا فهمت من هذا الكلام أنه يدل على الاختصاص معناته بدنا إيا إيا شايفين هاي الشد على اليا إيا زائد من ضمائر ناهيك إياه إياك إيانا إياكم إياك 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 إيايا فإذن أي إيا زائد ضمير ناهيك فبالصير هذه ضمير منفصل لكن يجب أن يأتي بعدها فعل عشان يكون مفعول به تقدم على الفعل ممتاز إذن أنا طلعت بالنتيجة يا أستاذ لما نأخذ مثلا مثال إياك نعبد هاي إياك يا أستاذ واللي هي بتمثل المفعول به ممتاز وهذا الفعل الفاعل مستتر الفاعل مستتر من الذي يعبد نحن هون الفاعل متصل بطل همني الآن نوع الفاعل متصل مستتر منفصل السبب لأن المفعول به تقدم على الفعل فتلقائيا تقدم على الفاعل طيب إذن هذه يا أستاذ مفعول به تقدم على الفعل إذن بقوله هنا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل مدامه تقدم على الفعل معناته تلقائيا تقدم على الفاعل لماذا لأن المفعول به ضمير منفصل يدل على الاختصاص طيب يا أستاذ يعني أنا بإمكاني أكتب قاعدي إيش القاعدي يا أستاذ القاعدي هكذا إني إذا شفت هيك صارت القاعدي الذي يدل على الاختصاص إذا شفت إياك واخواتها إياك إياه إياينا إياكم إيايا زائد فعل وتلقائيا يجي فاعل بعد الفعل فمعنى ذلك إنه هذا مفعول به تقدم على الفعل والفاعل لأن المفعول به ماله يدل على الاختصاص يدل على إيش على الاختصاص آه إذن تقدم المفعول به على الفاعل لأنه ضمير منفصل يدل على الاختصاص ممتاز طيب أستاذ في إلها شروط يعني هل هناك شروط محددة بحيث إني أطبقها على الجملة وسريعا أعرف إن المفعول به تقدم على الفعل والفاعل لأنه يدل على الاختصاص نعم خلينا نأخذ أمثلي أولا بعدين نأخذ الشروط الكلمة الطيبة ضرورية وإياها يرتجي الناس وإياها إياها طيب هاي إياها يا أستاذ أجي قبل الفعل صح طيب إذن ضمير منفصل صح وحكينا هذا بمثل مفعل به صح وأجي بعدها فعل صح والناس فاعل طلع هنا أجي إسم ظاهر الفاعل طيب بس يا أستاذ ما جدش بداية الجملة لا أجت ما هو هذه الفاصلة دلت على إنه انتهت الجملة وبدأت جملة جديدة إذن هل هي بداية الجملة نعم بداية الجملة ممتاز بداية الجملة تقدم على الفعل والفاعل فمعنى ذلك أنه تقدم المفعل به اللي هو ضمير منفصل على الفعل والفاعل وجوبا لماذا؟ لأنه يدل على الإختصاص يدل على الإختصاص حكينا شو المقصود بيدل على الإختصاص؟ المقصود أي إياها يرتجي الناس ولا يرتجي غيرها أستاذ الفكرة المقصود زي أسلوب التخصيص هاي الإختصاص تخصيص بالفعل طيب إيانا يريد المعلم إيانا يريد المعلم باجي بقول إيانا اللي عبر عن إيا زائد النا وبالتالي هذا ضمير منفصل طيب يا أستاذ بعريبها كل آياتها طبعا نعريبها كل آياتها أسهل نقول ضمير منفصل كلها كلها ضمير منفصل تمام مبني في محل النص المفعل به إذن مفعل به مقدم مقدم على مين؟ على الفعل مقدم على الفاعل طيب لماذا تقدم المفعل به على الفعل والفاعل؟ وهل هو وجوبا أو جوازا؟ هنا وجوبا لماذا؟ لأن المفعول به ضمير منفصل ضمير منفصل يدل على الاختصاص المفعل به ضمير منفصل يدل على الاختصاص إذن لماذا تقدم المفعل به على الفعل والفاعل؟ لأن المفعل به ضمير منفصل يدل على الاختصاص طب إذا منلاحظ يا أستاذ في الجملة الأولى هون أجى بداية الجملة وهون أجى بداية الجملة وإن كان قبلها جملة لكن هذه الجملة انتهت بالفاصل وبدأت جملة جديدة طب يا أستاذ أجى حرف الواو قبلها هذا حرف الحرف مسكين شو بدي أثر في الجملة فلا يعتبر أن هذا أثر عليها فتبقى بداية الجملة طيب هون أجت بداية الجملة طيب نأخذ مثال كمان إياه ناقشت إياه هذا إيا زاء الضمير الهاء فإذا ضمير منفصل ضمير منفصل ماله يدل على الإختصاص يدل على الإختصاص لذا ليش يدل على الإختصاص ليش يدل على الإختصاص لأنه تقدم على الفعل والفاعل فإذا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل لماذا؟ لأنه ضمير منفصل يدل على الإختصاص إياك أعني أي أخصك بالكلام لذلك هذا يسمى إختصاص مش تخصص؟ إختصاص طيب نيجي هون لماذا تقدم مفعول به على الفعل الفعل؟ بقوله أولاً تقدم المفعول به اللي هو إياك إياه إيايا طمام؟ وجوباً على الفعل والفاعل ليش؟ لأنه أنا بدي إشي يدل على الإختصاص فبقوله لأن المفعول به ضمير منفصل يدل على الإختصاص طيب لو واحد يقول أستاذ ناقشت إياه بصير في اللغة هل هون ناقشت إياه؟ تقدم المفعول به على الفاعل؟ يعني لو حكينا ناقشت إياه وين الفعل؟ ناقش وين الفاعل؟ التق وين المفعول به؟ إياه هل هنا تقدم المفعول به على الفعل؟ لا تقدم الفاعل على المفعول به لماذا؟ لأن الفاعل ضمير متصل وهذا التقدم مجوبا لكن أنا لو بدي أسلوب الإختصاص شو لازم أعمل؟ لازم أجيبها في البداية فبصير التقدم مجوبا لأنه يدول على الإختصاص إذن أنا لأنني احتجت أسلوب لغوي معين وهو الإختصاص اضطررت إلى أن أقدم المفعول به وصارت تقديم مجوبا بسبب الإختصاص هذا مش معنى أنه خطأ هون لكن ليس تقدم مفعول به على الفاعل وإنما تقدم الفاعل على المفعول به وهذه فيه لأن الفاعل ضمير متصل فبطل في هذه المرحلة أو بطل في هذه الحالة طيب إيايا يخاطب الجار إيايا ما يجب أقولك الآتي إيايا منخذها كلها قل لي أستاذ في بعض الأساس سيبعرف إيا لحال واليا لحال هذا كلام علي خلاف ما بلزمناش ولا بدنا إياه خلاص منخذها كلها كاملة إيايا هذا مفعول به يخاطب فعل الجار فاعل لماذا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل؟ هل التقدم وجوبا؟ نعم التقدم وجوبا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا لماذا؟ لماذا يا أستاذ؟ لأن المفعول به يدل على الاختصاص لأن أنا بدي إشيء اسمه اختصاص فصار المفعول به يدل على الاختصاص يدل على الإختصاص يعني زي ما مثلا واحد يسافر على بلد وهذه البلد تشترط أنه يكون معا فيزة وبالتالي إذا أنا بدي أعمل سلوب الإختصاص فيجب أن أتقدم المفعل به أو أن أقدم المفعل به على الفعل والفاعل فبصير تقدم وجوبا لأن المفعل به يدل على الإختصاص هذه الدولة تخص بفيزة معينة حتى تدخلها حتى لو معك جواز هذا الجواز لا يكفي لازم فيزة فإذن أسلوب الأسلوب اللغة والإختصاص يشترط أن تقدم نفعل به على الفعل والفاعل وجوبا كما أن الدولة تشترط غير الجواز أن يكون معك فيزة خاصة لدخولها طيب المتابعة توصل صاحبها إلى التفوق طيب انتهت الجملة بدأت الجملة جديدة وإياها يتمنى الطلاب إياها هذا مفعل به يتمنى فعل الطلاب فاعل فالفاعل مرات يكون ضمير متصل مستتر اسم ظاهر بطلهمني في هذه الحالة والسبب أن بما أن المفعل به تقدم على الفعل فتلقائيا تقدم على الفاعل بغض النظر عن نوع الفاعل طيب هنا إياها يتمنى الناس أو يتمنى الطلاب المفعل به هل تقدم وجوبا؟ قطعا تقدم وجوبا على الفعل والفاعل لماذا؟ لماذا؟ لأن المفعول به ضمير منفصل ضمير منفصل يدل على الإختصاص بسبب الإختصاص اضطرنا نقدم المفعل به وجوبا على الفعل والفاعل طيب شروط إياك وأخواتها شو يعني أخواتها؟ مش حد يقول لك السادة هذا جاب مصطرح جديد يعني إياك إياها إياه إيانا إياكم إيايا يعني بمعنى آخر عبارة عن إيا اللي هي الدعام اللي حكينا لكم إياها عشان نخلي المفعول به ضمير منفصل جبنا له الدعامي شو الدعامي هاي؟ إيا ندعم فيها الضمير زائد ضمير ناهيكا أي واحدة منهم نا ها الياء والكاف إذن إيا مع أي ضمير هذه ما يسميها إياك وأخواتها إلى شروط لاحظنا من خلال الأمثل السابقة أن في كل الشروط لازم تيجي بداية الجملة ممتاز قبل الفعل ممتاز فإذن حتى يتقدم مفعول به على الفعل والفاعل بصير إيش أقول ذهبت وإياك ذهبت وإياك هل وقعت في بداية الجملة خطأ ما وقعت في بداية الجملة إذن لا تعتبر تقدم مفعول به على الفعل والفاعل اثنين يجب أن يأتي بعدها فعل يجب أن يأتي بعدها فعل انتبه ماذا يأتي بعدها فعل طيب يعني ذلك يا أستاذ أن هناك جمل موجود فيها إياكا واخواتها لكنها لا تعتبر مفعول به مقدم على الفعل والفاعل نأخذها الجمل تعالوا معين مثلا جمل يوجد فيها ضمير إياكا وأخواتها ولكنها لا تكون مفعول به تقدم على الفعل والفاعل وجوبا لا تكون مفعول به تقدم على الفعل والفاعل وجوبا مثال إياكا والكذب إياكا والكذب إياكا أجت بداية الجمل الشرط الأول موجود نعم لكن هل جاء بعدها فعل لم يأتي بعدها فعل أجأ يسم هاي ها ال إذن هل اختلت الشرط نعم اختلت الشرط إذن هذا ليس لا تعد تقدم لا تعد تقدم المفعول به على الفعل والفاعل شو السبب يا أستاذ السبب أنه جاء بعدها اسم ولم يأتي بعدها فعل طيب إياكا من الشر إياكا من الشر هاي إياكا أجت بداية الجملة صح لكن هل جاء بعدها فعل لم يأتي بعدها فعل جاء حرب جر زائد اسم مجرور إذن أيضا هذه لا تعد مفعول به تقدم لا تعد مفعول به مقدم مفعول به مقدم على الفعل والفاعل طيب إياكا أن تهمل إياكا أجت بداية الجملة ممتازة يا أستاذ أن حرف تهمل هاي فعل وبدو مفعول به أه تهمل ها تهمله ماذا تهمل بدو مفعول به لكن هذا المفعول به ها بتقول لي يا أستاذ لحظة الفاعل مستتر وبدو مفعول به بس في شغلي بدك تنتبه لها إيش هي يا أستاذ هذا تسمي مصدر مؤول شو اسمه يا أستاذ مصدر مؤول تعرف ليس سميناه مصدر مؤول لأنه يفسر على أنه اسم وليس فعل إياكا الإهمال إياكا هيك معناها بصير إياكا الإهمال وبالتالي أن تهمل هذا الفعل ما فارني إذن لما يا أستاذ أنا أشوف دائما أن زائد الفعل بعد إياكا ما بيعتبروا أنها ما بيأخذ بالفعل السبب وجود المصدر المؤول خطيرة هاي انتبه عليها إذن إياكا إذا أجأ بعدها أن زائد الفعل ما بيأخذوا على أساس أنه مفعول به تقدم على الفعل والفاعل إذن لا يعد مفعول به مقدم لا يعد مفعول به مقدم على الفعل والفاعل وجوبا لماذا يا أستاذ؟ لأن المصدر المؤول يفسر بإسم وبالتالي ما فادني لكن أنا من باب التسهيل هذا الأسلوب رقم رقم واحد واثنين وثلاث هذا بسموه أسلوب التحذير أسلوب التحذير التحذير وهذا الأسلوب ما منعتبره أن المفعول به مقدم على الفعل والفاعل كيف بدي أعرفه يا أستاذ؟ هاي بحذرك إياك والكذب احذر من الكذب إياك من الشر احذر من الشر إياك أن تهمل احذر من الإعمال إذن أسلوب التحذير لا يعد من الجمل التي تقدم فيها المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا لأنه من ضمير يضل على الإختصاص طب شو أعرب إياك في الثلاثة يا أستاذ؟ مفعول به لكن لفعل محذوف تقديره إحذر إحذر إياك إحذر إياك فصار مفعول به لكن الفعل سبقه ومقدر فأسلوب التحذير ما بدنا إياه طب كيف بدي أعرف أسلوب التحذير؟ بيجي بعده اسم بيجي بعده جاره مجرور بيجي بعده مصدر مؤول هذول أسلوب التحذير فبديش إياهم هذول مش تقدم مفعول به على الفعل والفاعل نيجي هون نحن نرزقهم وإياكم هون نرزق فعل الهم فاعل آه مفعول به والفاعل مستتر طب وأقول له هون حرف عطف وإياكم اسم معطوف طب يا أستاذ هل تقدم على الفعل؟ لا ما جادش بداية الجملة ولا جاء بعدها فعل إذن لا تعد لا تعد مفعول به مقدم لأن لا تدل أوش لا تعرب مفعول به ثانيا لا لم تأتي بداية الجملة ثالثا لم يأتي بعدها فعل طيب وقدى ربك أن لا تعبد إلا إياه شوف هنا أنا مقربة أن لا تعبد إلا إياه هل هنا تعرب مفعول به؟ نعم تعرب مفعول به لكن هل هو مقدم؟ لا لم يأتي بداية الجملة ولم يأتي بداية الجملة ولم يأتي بعده فعل الفعل أجى قبله فإذن أنا بدي أنتبه من هذه الجمل إذا أجت في وسط الجملة إذا أجى قبلها واو يعني اختل الشرط وشروطها أن تأتي بداية الجملة ثانيا أن يأتي بعدها فعل فكل أسلوب التحذير كل الكلمات اللي بتكون إياك وإياه في وسط الجملة هذه لا تعد مفعول به مقدم لأنه من الشروط أن يأتي بداية الجملة ويأتي بعدها فعل فبتكون مفعول به مقدم يدل على الإختصاص بل إياه التعبدون أستاذ هاي إياه مفعول به وأجى بعدها فعل وفاعل وين الفاعل الواو طيب يا أستاذ سبقها بل ما جاتش بداية الجملة لا أستاذ هذا بل حرف مسكين ولا إلو همية فإذن هنا هل بجأت بداية الجملة نعم جاءت بداية الجملة وجاء بعدها فعل إذن هنا المفعول به تقدم على الفعل والفاعل وجوبا لماذا؟ لماذا؟ لأن المفعول به لأن المفعول به ضمير منفصل يدل على الإختصاص إذن هل انطبقت فيها الشروط هنا؟ نعم انطبقت الشروط أجد في بداية الجملة ثانيا جاء بعدها فعل وشوف هذا بيت الشعر صعب شوي وإياك لا إيايا أمدحو آه يا أستاذ إياك أجد بداية الجملة نعم هل جاء بعدها فعل؟ بتقول لي على السريع ما أجد بعدها فعل إذن لا بقول لك هذا جملة مع الطريضة ما إلها قيمة هي بقول له وإياك أمدحو طب كيف عرفت يا أستاذ؟ لأنه هيك مفهوم البيت وإياك أمدحو مش أمدح نفسي وإياك أمدحو إذن هل جاء بعدها فعل؟ نعم جاء بعدها فعل أستاذ هذا السؤال موجود في الكتاب؟ لا سؤال من عندي ولا يشترط أنه يكون الأسئلة كلها من الكتاب إحنا شاهدنا في أسئلة الوزارة ممكن يكون أسئلة من الخارج إذن وإياك لا إياي أمدحو نعم إذن هنا تقدم المفعل به على الفعل والفاعل لأن المفعل به ضمير منفصل يدل على الاختصاص والواو ما بهمني لأنه لو أجد قبل عادي جدا إذن انتبهوا للجمل المعترضة لمثل هيك وإياك أمدحو لا إياي هيك القصد الجملي فهذه حرف عطف وإسم معطوف لا وإياي الجميع بفكر إياك بفكرها لحالها إيايا هي المفعل به بيطلع الجواب خطأ لأنه مفهوم البيت مش إيايا أمدحو وإنما مفهوم البيت إياك أمدحو لا إيايا فهذه اللاحة حرف عطف هيسم معطوف بيت صعب لكن لو جاء أنت بتكون صاحب أول واحد بأخذ الفكرة الجديدة وتجاوبه بسهولة وهذا ما يميز طالب المتين أنه بتكون جميع الأفكار مرة عليه هذه أسئلة عسافية طيب إياك نعبد وإياك نستعين إياك مفعل به أجدت بداية الجملة وهنا فعل والفاعل مستتر طيب أستاذ إياك برضو الثاني برضو مفعل به وهذا الفعل والفاعل مستتر الفاعل مستتر طب وهذا ما جدش بداية الجملة أم بل جاءت لأن حرف الواو بيّن أنه انتهت الجملة بدأت جملة جديدة لكن علامات الترقيم غير موجودة في الآيات والشعر إذن هل هذه الجملة هاي الجملة فيها فيها جملتين أو فيها مفعلين تقدم على الفعل والفاعل ممكن يجيب لك جملة ويقول لك واحد من الجملة الآتية ورد فيها مفعولان تقدم على الفعل والفاعل فبدأ أنتبه هنا إياك مفعل به وهنا إياك أيضا مفعول به فبقول له تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا لأن المفعول به ضمير منفصل يدل على الاختصاص يدل على الاختصاص طيب إذن من لاحظ أن تقدم مفعول به على الفعل والفاعل هي أخذنا أول حالة وهو إذا كان المفعول به ضمير منفصل يدل على الاختصاص نوخة أسل الوزارية الجملة التي تحوي كلمة عدد مفعول به مقدم على الفعل والفاعل نحن نرزقهم وإياكم لا أخذناها فقد ما وعدته إياه انتبه هذه إياه لمن لو وعدته هنا يحترمك الآخرون جملة ثانية إذن هل هذه مفعول به مقدم على الفعل والفاعل لا طيب وين جي مودال جي مودال وردت فيها الحال الثاني اللي هو من ألفاظ الصدر راح نأخذها بعد هذا طيب إذن الجملتين ليست تقدم مفعول به على الفعل والفاعل طيب نأخذ سؤال 22 جملة تقدم فيها مفعول به على الفعل والفاعل وجوبا إياكم نحترم مفعول به على الفعل والفاعل صح إذن الجواب على السريع ألف طيب جيم أجد في النص بالناشية طيب با أجد في الأخير بالناشية طيب هون أجد في النص بالناشية إذن شو الجواب ألف أسرة وزارة سهلة هكذا ننتهي من الحال الأولى من تقدم مفعول به على الفعل والفاعل أسأل الله لي ولكم الفهم والعلم وأن ينفع بنا يعطيكم العافية طلابي جيل 2007 الأدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر